يخفي هذا الهدوء في مشهده إبداعا لافتا وزخرفة تلونها نسوة مشروع سيراميك بلدة نصف جبيل شمال نابلس خلال العام 2015 افتتح المشروع الذي يتبع لمركز فسيف سائع ريحة بتمويل من الحكومة الإيطالية بهدف دمج المرأة الفلسطينية في المجتمع من خلال انخراطها بسوق العمل لساعات طويلة تقضي نساء البلدة في إنجاز المعروضات التراثية والأدوات المنزلية في عمل يتطلب الكثير من الدقة لكنه يعكس طموح وتطلع المرأة الفلسطينية احنا اظهرنا للعلن ان المرأة الفلسطينية عندها موهبة بطريقة كثير مبدعة من خلال رسوماتنا من خلال زخارف اللي بنكون فيها المشروع تجاوز فكرة الانتاجية والتسويق من خلال الرحلات السياحية التي انقفضت خلال جائحة كورونا ليشكل نقطة انطلاق لكثير من النساء من خلال الالتحاق بالبرامج التدريبية التي يوفرها المركز وذلك يشكل عاملا أساسيا في ترسيخ التمكين الاقتصادي للنساء اكيد كان مساعد الى الاسرة من ناحية مادية من ناحية معنوية من ناحية نفسية برضو الواحد يعني بيكون نشوف ضغطة البيت البيئة بيجي بغير جوم وصبايا رسم تفريغ خوايات ومنه انه بساعد في دخل الاسرة بساعد الواحدة مثلا جوزها بمصرف البيت مصرف الولاد فكرة الاولى كان الهدف الاولى كان اني اشتغل بعدين صرت اتعامل مع سياح فهذا الاشي كمان كان يعني رابط بين انه شغلي والدراسة اللي درستها ويحظى المشروع باقبال كبير على مشغولاته اليدوية حيث تتسم منتجاته بالجمالية والاتقان ومحاكاتها للطراث الشعبي الفلسطيني مشروع سيراميك نصف جبيلا يتوقف على رسومات مزغرفة فحسب فالى جانب الحفاظ على الموروث الشعبي الفلسطيني فان استنساخ الفكرة في البلدات الفلسطينية له الاثر الاكبر في التغلب على الضائقة المالية وقلة فرص العمل خالد ابنير قناة الغد من بلدة نصف جبيل شمال نابلس فلسطين ترجمة نانسي قنقر